الصين أول اقتصاد عالميا يعلن عن عودة العمل أو عودة النشاط الاقتصادي بعد أزمة جائحة كورونا سواء بالنمو الذي شاهدنا على العديد من القطاعات الاقتصادية وكذلك على ارتفاعات النفط نلقي ندرى الآن عن القطاعات الاقتصادية في الصين وبداية مع النشاط الصناعي الصيني والذي شاهدنا تحول على شكل V-Shape خلال هذه الفترة وشجل في شهر يوليو الماضي مستوية 52.8 وهو ثالث تحسن شهري على التوالي بالنسبة للنشاط الصناعي وكذلك أعلى مستوى في التسع سنوات بالنسبة لهذه النتائج جاءت بعد تحسن الطلب من المستهلكين المحليين في الصين وكذلك ارتفاع الانتاج والطلبيات الجديدة بأعلى وطيرة منذ العام 2011 أما بالنسبة للانتاج الصناعي الصيني الذي عاد إلى النمو هو الآخر وعاد لمستويات ما قبل كورونا والذي شاهدنا تراجعات حد تقربت من تراجعات بنحو 30% في الربع الأول من العام وكذلك جاء هذا الارتفاع أو الارتداد قرابة أكثر من 5% خلال الربع الثاني بدعم ارتفاع الطلب وحزم التحفيزية التي قامت بها الحكومة الصينية وكذلك ارتفاع الصادرات بالنسبة للاقتصاد الصيني عاد هو الآخر في الربع الثاني إلى النمو وسجل أعلى سجل مستويات فقط 3.2 في المئة بالربع الثاني وهو أعلى من التوقعات التي كانت بالنسبة للنمو الاقتصاد الصيني وشهدنا أسوأ تراجع بعد أكبر تراجع للاقتصاد الصيني والذي سجلناه في الربع الأول بمستويات 6.8 في المئة كذلك شهدنا ارتدادها بالنسبة للنفط والقطاع الطاقة الصيني بالنسبة للصين هي ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم وأكبر مستورد في العالم تستهلك الصين ما يبلغ 13 مليون برميل يوميا وشهدنا التصريحات لرئيس آرامكو بأن عودة الطلب الآسيوي خلال الفترة الماضية هذا ما سيدعم الطلب خلال العام 2020 وقال بأن موجة الشراء في الصين قفزت ووردات الصين وصلت إلى 25 في المئة بالنسبة لتعافي خامبرينت شهدناه منذ شهر أبريل فهناك ارتدادة إيجابية منذ ما يشهدنا ارتفاع بأكثر من 181 في المئة منذ 22 من أبريل والآن يعود خامبرينت إلى مستويات ما فوق الـ 45 دولار لأربل ميل وهذه الارتفاعات أو الارتدادة الإيجابية شهدناها بعد هذه التصريحات لرئيس آرامكو وكذلك التحسن في بيانات المصانع الصينية التي جاءت إيجابية خلال آخر النتائج ترجمة نانسي قنقر